السلام عليكم ورحمة الله وبركاته listen and write اسمع وكتب listen and write listen and write سبق وتكلمنا عن ثلاث حروف L أو K-L-M-N K L M N أخذنا كلمات تبدأ بكل حرف من هذه الحروف الثلاثة Kiwi تبدأ بحرف K Lion أسد تبدأ بحرف ال-L Lion Monkey تبدأ بحرف ال-M Monkey Nist تبدأ بحرف ال-N Nist حرف ال-N Fun time Fun time Fun time وقت المتعة Fun time Listen count and chant اسمع وعد وأنشت One Two One Two Two monkeys Two Monkeys Aثنين من القروض Two monkeys أضفنا S لأنها أثنين One Two Three Three lions Three ثلاثة من الأشود Three Lions لأنها أكثر من اثنين إذا كان أثنين أكثر نضيف S للجامل One One Two Three Four Four puppets Four Puppets دمع أربعة من الدمع أففت S Four puppets Let's count خلينا نعد Let's count خلينا نعد Let's count One Two Three Four Five One Two Three Four Five 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 Toy Trucks خمسة من الشاحنات على شكل لعبة Five trucks Two Three Four Five Two Three Four Five One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten أشرة Two monkeys Three lions Four Puppets Five Trucks Truck شاحنا Toy truck شاحنا عبارة عن لعبة في النهاية I can أستطيع Make the sound of the letter KLM and N and write them أستطيع نطق الحروف KLM and N KLM and N and write them وأكتبها KLM N KLM M N لابد تكتبها لنطالب منك هنا write them اكتبها KLM N At the end I can count from one to ten أستطيع أعد من واحد إلى عشرة count from one to ten One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine and ten Repeat after me One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Seven Thamarin هذا الدرس Name اكتب اسمك بندر Nine أو class أي فصل أنت فيه Class one class two class three class a class b Listen point and practice اسمع وأشر ومارس الكتابة لابد من الكتابة بشكل كبير شوف الطفلات جلسة تكتب أكتبوا مرة ثانية أكتبوا مرة ثانية أكتبوا مرة ثانية أكتبوا مرة ثانية الحرف الأن نمارس كتابته بالشكل الصغير نراجع مرة ثانية الحروف أكتبوا مرة ثانية مرة ثانية لا تنسي أن اللغة الإنجليزية أصبحت شيء ضروري ناوديز هذه الأيام ناوديز هذه الأيام الإنجليزي أصبح شيء مهم خلونا نتعلم ونستمتع بتعليم اللغة اكتب يا صغيري بأكبر قدر ممكن أساسي تحود اليد على الكتابة ويصبح خطك كميل في الإنجليزي أتمنى لكم الفائدة والمتعة وأراكم لاحقا إن شاء الله باي باي